اليوم عدنا الشابتر السابس وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نحكي عن هذا اليونت الي هو راح نحكي به عن الفيوتر عن الفيوتر طيب بالبداية بحات شيلي عن المستقبل بالـ Going To ومنها يسوالف والـ Will ومدري شنو طيب الان احنا خلينا ناخد تركيب الزمن اول شغلة خلينا نروح على المستقبل البسيط الي هو الفيوتر سيمبل قاعدة مالت الزمن قاعدة مالت الزمن فاعل زائدا Will زائد فعل مجرد زائد تكمله مثال على ذلك I will I go to school راح يصير الحل I will go to school طبعا اذا كانت نفي She will not work She work out of school بحالة نفي راح يصير She will not ولا ننسى الولنات اختصار وطبعا هذا الفيوتر سيمبل وهذه الكلمات اللي تستخدم ويزمن المضارع المستقبل البسيط المستقبل البسيط عندك هذا الواجب اذا تحب تحل عليك انت مايكل هاي جو شو راح نختار شو نسوي future symbol المستقبل البسيط والله حلي هذا التمرين ونزل ليه بالتعليقات او تقدر ترسلني وترسل ليه واجوبك علي اذا صح او غلط الان راح نجي على future continuous الان المستقبل المستمر يختلف المستقبل المستمر لا يختلف القاعدة مالت الزمن فاعل زائدا وال او shell طبعا هو قبل كان يستخدمون ول او shell إساسه بالجديد إن شاء الله انقذفت يعني بقط بس وقت فاعل زائدا وال shell하ول زائدا بي زائد فعلي يحتوي على انجي زائد تكملة ركز يمي على القاعدة زيان فاعل زائد shell زائد بي زائد فعل يحتوي على进 زائد تكملة شوف القاعدة شلونها فاعد مثل she will be playing طبعا هاي الجملة لو جيت عليها هي بالاصل she هي بالاصلها she she play هاي اصلها she play she play football هاي جملة الابتدائية طيب هاي الجملة هاي اصلها من جينا حلناها قلنا she will be من اين جبناها من القاعدة وهذا الفعل اللي بين قوسين حطيت ING والتكملة في حالة النفي راح اخلي في حالة السؤال راح اخلي الول بداية الجملة الول بداية الجملة الان عندي قاعدة اخرى اللي هي المستقبل بالقونك 2 لحد الان صار عندي ثلاث ازمنة نحكي بيهن عن المستقبل طيب يقول نحن سوف نلعب نحن سوف نلعب نحن سوف نسافر طبعا في حالة النفي مجرد راح اخلي النات ورا الأفعال المساعدة هذه اللي هي ام نات اس نات او ار نات اما في حالة السؤال فراح نخلي الام والاس والار في بداية الجملة ونفس الحالة قونك 2 هسا اي ام قونك 2 انا اضيفها من عندي اي ام قونك 2 احنا راح نضيفها في الجملة انت راح نضيفها من عندك يعني بالامتحان ما يجيك ام قونك 2 انت اللي لازم تاخذها هسا لحد الان لحد الان احنا اخذنا قاعدة ال going to هاي شرحناها اذا اللاعظ امامنا ميستر ايليان او ميستر ايليان is going to have a parity هسا هاي is going to كلها معناها سوف وهاي have a parity في حالة السؤال شوفوا اشنا اللاحظة حتى في حالة لما يجينا اداة سؤال بالبداية نقول وين ميستر ايليان is going to have a parity each يعني اداة السؤال وراها is الفعل المساعد طبعا is or are عادي او حسب الفعل المساعد حتى عنده was or where وراها الفاعل وراها ال going to وراها ال have الفعل الرئيسي والتكمله وين is ميستر ايليان going to have a parity طيب وايضا عندي المضارع المستقبل بال وشرحناه وشلون يصير حتى هنا نفس القاعدة الادات السؤال ال when وراها will وراها she هنا عندي بحارة السؤال will she بس لما عندي اداة السؤال اداة السؤال هي اللي راح اصير بالبداية وين will she وتكمله طيب انا عندي قاعدة اخرى ما المستقبل نعم عندي قاعدة ما المستقبل يقول بي زائدا about زائدا symbol verb يعني القاعدة فاعل زائدا افعال الكينونة زائد about to زائد فعل مجرد نعيد الملاحظة مرة اخرى قاعدة مالت هذا الزمن اللي هو رابع زمن رابع زمن للدل على المستقبل فاعل زائدا is or am فاعل زائد is or am فاعل زائد is or am زائد about to زائد about to زائد about زائدين فعل مجرد مثال على ذلك مثال على ذلك مثال على ذلك هاي في حالة المثبت بيتي is about to introduce the guest يعني هو على وشك يعني بالمستقبل هاي طيب في حالة السؤال راح اصير is bitty about to introduce the guest حتى اذا كان عندي اداة سؤال هو اداة السؤال وراها ال is الفعلي المساعد about to introduce نفس الحالة طيب اذا كان عندي فاعل نفس الحالة هاي الاسئلة هاي الاسئلة تنحفظ يا أخوان هاي الاسئلة هاي الاسئلة هاي المجملة ينحفظا استاذ شو نحفظا ايه نعم تحفظا استاذ يعني هو هو قواعد مو حفظ هو فهم صح كلامك القواعد مو حفظ فهم بس لازم تحفظ القاعدة لذلك انت احفظ المثال وراح تفهم المادة وما تنساها مثال على ذلك whom is bitty about to introduce what is bitty about to do about to do ما الذي على وشك ان بتي سوف يقوم به أو ما هو الشيء الذي على وشك ان يقوم به بتي what is bitty about to do يعني على وشك أو يعني ناوي فتشيء مستقبل يعني فتشيء مستقبل هاي الامثلة تنحفظ وتعرف ان الwho يجوارها is and bitty وتعرف ان الwho يجوارها is and about يعني هذين الجملتين يجو بياهم فاعل اما هو ما يجوارها فاعل لين انا اصلا قاعد اسأل عن الفاعل فشلون اسأل عن الفاعل هو الفاعل موجود فلا تنسى ان الwho متاخذ الفاعل كتبها يمك ملاحظة اذا جاءت الwho فلن نستخدم فاعل في الجملة لاننا نحن نسأل عن الفاعل لانه نحن نسأل عن الفاعل طيب ملاحظة اخرى ملاحظة كلش مهمة هسنا اخذنا اربع حالات من الازمنة الحالة الخامسة اللي هي الدل على المستقبل يعني خمس ازمنة تستخدم للمستقبل نعم خمس ازمنة تستخدم للمستقبل وهو زمن المضارع البسيط المضارع البسيط قد يستخدم ايضا للدلالة عن المستقبل معقولة نعم معقولة خصوصا لما يجو اياه اداة ربط الدل على المستقبل من اقول على سبيل المثال من اقول على سبيل المثال من عندي جملة من عندي جملة the baker arrives tomorrow باكار باكار من اقول ريشارد graduated in june ريشارد راح يتخرج بشهر جون هذا مستقبل معلوم هو مضارع بسيط هو كزمن وهو زمن المضارع البسيط ولكن استخدامه او المعنى مال تتجمع مال الزمن هو مستقبل اعيد اذا نكتب ملاحظة قد يستخدم زمن المضارع البسيط للدلالة عن المستقبل مستقبل عندما تأتي دلالة مستقبل عندما تأتي دلالة مستقبل الحياة الناس الحياة مستقبل المستمر مايض empower الحياة المؤتمر المؤتمر سوف يحدث أو سوف يستمر أو سوف ينطلق إذن سيُعقد مثلا المؤتمر الشهر القادم المؤتمر متعلن ما تكون ما تقوم بتوستمر ترجم homo سوف يحضر المؤتمر سوف يتم الان سوف يتوكري سوف يستمرbar مؤتمرك المؤتمر المؤتمر External هل المضارع المستمر يستخدم للدلالة على زمن المستقبل؟ نعم معقول المضارع مستمر يجع على المستقبل صح ليش؟ لأنه بي دلالة دل على المستقبل The Beakers are coming tomorrow زين استاذ لعت شنو فرق بيناتل ماكو فرق ماكو فرق بيناتل ماكو فرق زين استاذ آنو شو انا عرفا بالامتحان لا امو مشكلة لا تخاف بالامتحان مايجي كفت شي جدا جدا متشابه يعني كل واحد الا اختيار اكيد يعني هس انت ممكن تشوف الاسئلة تحسها صعبة بس لا من انت راح تفهم المادة لا ما راح تجيك جدا مخربطة وهذه الكلمات اللي تستخدم مع زمن المستقبل وانا اصلا ذكرت لكم اياها في بداية الفيديو وتقدرون تشوفونها بالتفصيل هذا الحشي ترى سوالف كليتها بس سوالف يعني اما احترامي بس مجرد خرط سوالف وإلا احنا كلها ماخذينها She is friendly when she knows هذا كلها مضارع البسيط احنا ما اغذينا المستقبل هذا الحشي كلها مرح تستخدم بها سوهناش قائل لي قائل لي next week next month اذن الكلمات اللي اداء على المستقبل المستمر المستقبل بشكل عام وعفوه وليس المستقبل اذا مثلا في الساعة الثالثة يا اخوان اذن كلمات اللي اداء على المستقبل وإحنا اصلا ذكرناها وإحنا اصلا ذكرناها عندي than meanings and uses Mr. Illion is going to have a party next Sunday but you will introduce Jack and Bill then بالنسبة لي than كلمة than كلمة than كلمة than هي معناها يعني ثم أو بعدها يعني لها كثر من معنى حسب السياق ولكن هنا الآن عندي جملة فخلينا نقرأ جملة Illion is going to have a party next Sunday كلمة next Sunday بمعنى الأحد القادم Betty will introduce Jack and Bill then than يعني معناها next Sunday يعني نكتب ملاحظة أن كلمة than استخدمت هنا بمعنى كلمة ظرفية تم ذكرها كلمة ظرف وقت ظرف وقت تم ذكرها مسبقا فطبعا هي مو إلا next Sunday Friday أي يوم كان أي وقت تم ذكرها مسبقا فكلمة than تجي تعوض بداله كلمة than تجي تعوض بداله الآن يقول than is also sequence signal like next تجي بمعنى التالي أو لاحقا later today she is write invitations then ثم بمعنى next ثم بعد ذلك إذن كلمة than تجي بمعنى فد وقت تم ذكرها مسبقا وتجي بمعنى ثم ثم بعد ذلك طبعا أكيد من خلال المعنى نقدر نميز عليه يقول note that than is not connective it does not connect sentences a sentence than is often joined to a preceding sentence by a connective يعني كلمة than ملاحظة أنه هي ما تربط بين جملتين فعند ذن الجملتين اللي ربطنا ذن الجملتين هي كلمة and مو ذن فالذن ما تربط بين جملتين هاي ملاحظة كلش مهمة ذن ما تربط بين كلمتين طيب اي وول يوول هي وول شي وول اتوول ويول لا ننسى انه الول دائما نستخدمها ويا كل الأدوات طبعا شان قبل عندنا الشول ولكن الشول نحفت الشول نحفت طبعا يعني من الجديدة ولا ننسى الاختصار مالته ونقول لك اي وول يعني معناها اي ويل يعني هسا هاي هاي يوول اصل هاي وي ويل شي ويل اختصرونها والآن نسى جمع النفي مالتها تنفي بوونت طيب لا تنسىها من تريد انفعتن فيها بوونت وهذا قلت لكم عليها بي الملزم بي الملزم طيب أنا عنده الآن يو يو اندفينت الآن نقول الآن نقول البرنام يو يوشوالي يتشير إلى الناس أو الناس طبعا كلمة يو هي تشير لو إلى أنت أو إلى أنتم حلو بعض الوقت ويوشوالي يتشير إلى لا يوشوالي يوشوالي أو أحد يوشوالي 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 أو جديد الناس الآن من هو اليو يوشوالي يوشوالي أي شخص هل انت في الواب ؟ ما الموقف هل عملت على شغال ايه ؟ الواب الواب يفعل ايه في الواب ايه نوات وات ايه الصفح ويصفح نفس الشيء. which is more precious but what is acceptable. طبعا هي كلمة which هي الاكثر شيوعا ولكن ال what هي أيضا acceptable يعني مقبول. More about place. Observe the following rules for specifying locations within a certain area or a reference to one's self. In before front and back. On before right and left. طيب. اخوان عندي كلمة on the right يعني على جهة اليمين و on the right. هذا النيجا نسويه. On the right teach. On my right على جهة اليمين. On my left على جهة اليسار. هذا المعنى. In the front of the room يعني أمام الغرفة. In the back of the room يعني وراء الغرفة. In the front of me يعني قدامي. In the back of me يعني وراي. اخوان ذلك الكلمات لازم نحفظهم. يعني نعرف انه كلمة in تجوية front ويا back. In front and back. حلو. ونعرف انه كلمة right و left تجوية on. يعني ممكن يجيب لي on. ويقل لي الاختيارات. The front or left. لا اقول لي front. لو right. اقول لي لا right لان عندي on. ممكن يجيب لي in. ويقل لي right لو left. اقول لي لا. right لو left لو back. اقول لي لا back. اقول لي لا back. heech. الان تجي تعرفها ويا back. وممكن يجيب لك ال in وريد ال back. وممكن يجيب لك ال back. يريد ال in. الان عندي ال positive forms of nouns. الان راح ناخذ التملك. راح ناخذ التملك. اخوان اول ملاحظة لازم ناخذها انه تملكه بال S. الس التملك اللي يسمونها. او الى اكو S ثاني بال O. طيب خلينا نطيك المثال على مو تصير الصورة واضحة. مثلا نقول سيارة علي علي سكار. سيارة نور. نور سكار. اس وفقها فارزة. هاي التملك. طيب اكو نوعية من التملك ثانية. نعم اكو. اللي هي ال O. the car of علي. the door of the house. بابل ديت. the window of the room. the door of my car. of. يعني لي. ملكيه. اذا انا عندي نوعين من الملكيه. ملكيه بال S. و ملكيه بال اسماء. اللي هي بال O. بال S. الس التملك. العفا. طبعا لا نتسى انه مو كل الاسماء تجي بيها تملك. اكو شغلات ميصير بيها تملك. مثلا انا عندي كلمات جورج بيرنس. كوليج تاون. ذن الكلمات يصير بيهن تملك. يقول لن نشي بيهن تملك. يقول لن نشي بيهن تملك. يعني ما اقل. مثلا. the legs of the chair. and the top of the table. يعني مو كل شي اقدر احط له تملك. اوكي كلمات ما يصير احط لها. تملك. ما يصير تنحط بالتملك. طبعا و منطينا قاعدة هنا. الان كلمة غاست كوكوتس. اليونس هوس. لماذا موجود الفارزة بعد الاس. هذا هو السؤال الموضوع. المهند. طبعا الاس هذي تنحط homework. الاس هذي تنحط لها فارزة قبلها. زين. زين شوك تحط ال اس وراها فارزة؟ شوك كتحط لها فارزة يعني وراها؟ لما لتكون الكلمة جمع معه. يا كلمة weeks, الفارزة اذا كانت قبل الاس تبايا ملعب. ويكس الفارزة اذا كانت قبل الاس يعني بالفداية. ف هاي الاس هي. هيا الكلمة مفردة اما هنا عندي 2 weeks طبعا هيا جمع شون عرفتها جمع لان 2 والاس خلى الفارزة وراها هس حت له ما عندك 2 شون تعرفها جمع موجودة الاس وراها تكون الاس وراها بينها وهنا جاك جونز هيا هذا جاك واحد جاك جونز هيا جاك جونز جمع يعني مجموعة اشخاص اسمهم جون هيا 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 السمطة اسمهم بـتة فرينز هيا هيا كلمة من الفارزة قبل الاس ليش لان هذا الاسم جمع خلي نعيدها مرّة ثانية على مد مهنة خربة الفارزة تنحط بالتملك. حلو فهمناها. زينا. الفارزة تنحط بعد الاس لما يكون الاسم جمع. خلصناها. خلصنا. الملاحظة الثالثة. اذا كان الجمع شاد. مثل كلمة مين. الاس راح تبقى قبل قبلها فارزة. الفارزة راح تنحط قبل الاس. قبل الاس. ليش حطينا الفارزة قبل الاس. لأنه ليس الاسم أصلا جمع شاد. فاحنا نعرف جمع من خلال المين. اعيدها مرة ثالثة. اذا كان عندي اسم مفرد. مثلا على سبيل المثال. ويكس. ويكس. بكيشن. كلمة ويك مفرد. حطينا الفارزة قبل الاس. طيب. زين. اذا كانت جمع. مثلا تو ويكس. سبوعين هذين جمع. فخلينا الفارزة بعد الاس. مقبلها بعد. حلو. زين. اذا كان الاسم هو جمع شاد. مثل كلمة شريد. لا راح نخلي الفارزة. قبل الاس. ليش لأنه هو أصلا جمع. فاني ليش حط الفارزة وراء الاس. انا حط الفارزة وراء الاس. علشان اعرف. انه هو هذا ترى جمع ها. بعدين هو أصلا هو جمع شاد. فاني ما راح حط الفارزة بعد الاس. راح اخليها قبل الاس لأنه هو الاسم جمع. عندي adjective phrase. كلمة adjective phrase. يعني جملة عبارة الصفة. طبعا شني يعني عبارة الصفة. هي عبارة عن كلمتين أو ثلاثة مع صفة. طول قيل. with red hair. فتاة طويلة مع شعر أحمر. الآن الناون الاسم اللي عندي هو القيل. وهذا اني كلهم صفات. راجعات عادي من كلهم على القيل. كل هذن الكلمات مع بعض. هذن يسميهم adjective phrase. يسمونها جملة أو عبارة الصفة. عبارة ليش لأن بيها صفة. ليهما الفتاة تاية اللي هي طويلة وشعارها أحمر. شعارها أحمر. طيب. زين. هسا هاي العبارة الصفة. عبارة الصفة. طبعا الصفة دائما تجي قبل الموصف. من أقول tall girl يعني فتاة طويلة. short boy ولد قصير. هاي الصفة والموصف. هسا ممكن نحن نضيف لها نقول مع شعر كذا. ذات الشعر الأصفر. ذات الشعر وإلى آخره. هسا هاي إضافة ولكن كاسم يعني. بس اسم دائما نيجي قبله صفة. يعني red car سيارة حمراء. red hair شعر أحمر. الصفة تجي قبل الموصف. طيب. the book of the of poems is mine. الآن عدنا فتشي يسمونها ال agreement. طبعا بالمرحلة الثالثة والرابعة. بالماستر يسمونها ال concord. بيها concord. شو يعني concord? هو دائما. دائما. كلمة لازم تكون مرتبطة مع بعضها لبعض. ويكون الجملة logically correct. من ناحية المنطق. ومن ناحية structure أيضا صح. الآن the book of the poem. يعني كتاب القصائد is mine. الآن عندي that book. book مفرد. لذلك قلنا is. بس هاي poems جمع. بس أنا ما لعلاقة بالبعض. أنا داخش عن الكتاب. حلو. أقول those poems. هذه القصائد are. إذن الفاعل مالتي هو اللي يتحكم لي بالجملة. ومو اللي قبل الاختيار دائما. so that book of poems is. أنا داخش عن الكتاب. إذن إذ مفرد. إذن إذ مفرد.